استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة المملكة المتحدة عبد شريف وتطرق لقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمسجدات المحلية بما في ذلك مساعد أمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا واجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحثية المدعوبة من النظام الإيراني كما بحث اللقاء تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانعكاساتها المدمرة على الأمن والسلم الدوليين وصولا إلى عسكرة البحر الأحمر وتهديدات الميليشيات الحثية الخطيرة لحرية الملاحة الدولية بالوكالة عن النظام الإيراني وإكد فخامة الرئيس على هذا الصعيد أن تأمين حركة التجارة العالمية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وتنميته وسلامة أراضيه وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب إلى بلادنا ومياهنا الإقليمية كما استعرض اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات في مختلف المجالات حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئيسي للواء صالح المقالح